الموضوع عندنا عبر الأخماص تنعية الدكتور هشام الهاشمي خبير في جؤول جماعات متشددة معنا من العراق دكتور هشام أستان خير أهلا بك معنا قتل البن علي قائد جديد من قادة داعش الذين قتلوا الواحد تل والآخر الآن قتله كيف سيؤثر على تنظيم داعش حقيقة بن علي لديه وظائف متعددة لأنه يعتبر من كان يستعمله البغداد في هذه الوظائف منها مجل الشورى والمسؤول على ديوان المركز للحيئات الشرعية وأيضا عضو اللجنة المفوضة هذه ثلاثة وظائف كان يحتاجه لسد تلك الثغرات التي تركها من قتل من القيادات قبله وبالتالي خسارته ربما تكون مضاعفة على هذا التنظيم المتطرر أيضا هو معروف عنه مسؤول على مركز الأبحاث والبحث عن تلك الفتاوى الشادة والرخص الغير مقبولة في الإسلام لكي يستعمل هذا التنظيم المتطرر في تبرير التوحش الذي ينفذه في المناطق التي يحتلها ويسيطر عليها سواء كان في القتل أو كان في عقود النكاح أو كان في المال وغيرها من هذه الفتاوى التي هو معلقة برقبته ابتداء من حرق الكساسبة وصولا إلى سبيل الأيزيليات وأيضا إلى جواز سبيل المسيحيات والشبكيات والكاكائيات والبهائية في العراق والنصيريات والعلويات في سوريا كل هذه التفاصيل هو الفتاوى معلقة برقبته وبالتالي هذا العدد الكبير ممن تورط بالقيام بمثل هذه الأفعال الإرهابية المتوحشة سواء كان مع النساء مع الأطفال في القتل بشاعة القتل وطرق القتل التي كانت هي بتبريرات هذا المفتي فخسارة مثل هذه الشخصية هو خسارة المبرر أو ما يعرف بالضمير الذي يصنع لهم تلك الحالة من الارتياح والحالة من القبول لدى هؤلاء خسارتهم لمثل هذه المبررات يعني هذا التنظيم فعلا فقد الكثير من أحجار الزاوية التي يستند عليها في هيكله التنظيمي هل يمكن إضافة إلى كل ما قلته أنه بقتله يمكن إلغاء أيضا خليفة محتمل للبغداد نعم بالتأكيد وممكن أن يكون هو كان خليفة مؤقتا أو ربما هو يدير هذا التنظيم بعد البغداد بطريقة رئاسته لمجلس الشورى خسارة كبيرة أيضا هو أودعت لديه الكثير من الأسرار من جملة ما أود عليه أنه هو مسؤول على المكاتب الخارجية التي كان يديرها أبو محمد العدناني بعد مقتله أظن سوف تذهب تلك الفروع الخمسة وثلاثين الفرع والمكاتب الستة سوف تكون هناك نوع من الاختلاط في الصلاحيات والتداخل في الصلاحيات حتى يجدوا بديلا أو بدلا لإدارة هذا الملف الذي البغدادي لا يعطيه إلا لمن يثق به جدا نعم طيب برغم كل هذا كل الأحداث المتتالية في هذا التنظيم والخسارات في صفوف القادة على الأرض البغدادي لا يزال مختفي على مدى يدل ذلك؟ إلى أي مدى هو دليل على الوهن على الضعف التنظيم على ربما انهيار التنظيم بشكل كلي؟ حقيقة هي ليست حكايات عن البغدادي في اختفائه بل الكثير من التصريحات التي وجدت في تلك المراسلات والوثائق التي ألقت القبض عليها القوات العراقية في تحريرها النينوى وقفت على الكثير من تلك المراسلات يسألون أين هو ولماذا لا يظهر وهل هو حي هل هو ميت هذه الاستفامات الكثيرة جعلت بعضهم ربما يوصفه بالجبد كون أن معظم القيادات تقتل في ساحات المعارك وهو لا يزال متنقلا متخفيا في أماكن هي مجهولة الكثير منهم بدأ يستفام استفام أكبر هل أن هذه البيعة قائمة مع مجهوليته وغيابه أم أن هذه البيعة تبقى صحيحة هذه الاستفامات الفقهية هي تدل على أن هناك انشقاقات قريبة جدا في هذا التنظيم ليست تلك الانشقاقات المناطقية ربما هي انشقاقات كبيرة وبعد هزيمة الموصل والرقة ربما يظهر ذلك جليا شكرا جزيلا لك دكتور هشام الهاشمي خبير شؤول جماعات المتشددة كنت معنا عبر رقمات اصطناعية مباشرة من العراق شكرا جزيلا لك